بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة قال العلماء هذا دعاء مؤكد على من قصر في بر الوالدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه هذا يحتمل وجهين إما أن يكون دعاء عليه بالموت ومعناها أهلكه الله تعالى معناها أرغمه الله تعالى صرعه الله تعالى لأنفه فأهلكه فهذا دعاء عليه بالموت وإما أن يكون معناه ألسق الله تعالى أنفه بالرغام وهو التراب وهذه عقوبة أن يكون أعلى وأشرف ما في الإنسان وهو أنفه أن يوضع في الرغام وهو التراب والتراب موطي الأقدام وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على العاقل والدي لا يكون إلا لأنه قصر في أمر واجب عليه فينبغي على العبد أن يهرب من مثل هذه الأدعية لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فالعاقل والديه تعجد له عقوبته في الدنيا إما أن يعقه أبنائه وإما أن يموت بسبب العقوق وإما أن يزداد فقرا بعد فقر ففر من كل هذه العقوبات والتجئ إلى البر والإحسان حتى تكون من المحصنين من أجل ذلك كن محصنا ترجمة نانسي قنقر